السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا للجزء الاول عربية اوتوماتيك بتكييف بسعر 50 الف جنيه الجزء التاني اللي عملناه اللي اتكلمنا فيه عن عربية اوتوماتيك بتكييف بسعر من 50 الى 70 الف جنيه وجبتلكم 10 عربيات في الجزء التاني وتكلمنا عن مواصفاتها ومميزاتها وعيوبها وسعرها لو عايز تشوف الجزء الاول والتاني هتلاقيهم في اخر الفيديو في شاشة النهاية وهحط اللينك بتاع الفيديوين في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده الجزء السادس في سلسلة عربيات اوتوماتيك بتكييف مستعملة وهنكمل باقي العربيات في الفيئة السعرية من 70 الى 100 الف جنيه وان شاء الله هنكمل مع بعض باقي الفيئات السعرية كلها لحد ما لاقي التفاعل القل مع الفيديوهات وساعتها هعرف اني وصلت للجزء الاخير يبتلكم كل العربيات الاوتوماتيك بتكييف من اسوأ السعرات والمعارض واخر تحديث سعر لشهر فبراير 2022 ياريت لو عجبك الفيديو استفدت منه ما تبخالش بلايك لاني فعلا بطعب على كل فيديو بعمله واصغر فيديو بياخد مني اكتر من اسبوع لف على اسوأ السعرات والمعارض وتصوير ومنتاج الى اخره وممكن تشترك في القناة لو عاوز تجيلك فيديوهات من النوعية دي كل عربية هقول لكم سعرها من كام لكام وللمرة المليون بقول الفرق في السعر هو فرق الحالة مش سنة الصنع ونصيحة بقولها دايما اشتري عربية حالتها محترمة وبلاش تسترخص الحالة هي اهم حاجة بشوف عربيات موديل قديم افضل حالا من موديلات احدث وقبل ما تشتري اكشف على العربية في مركز صيانة او محطة بنزين ولازم تكون العربية رخصتها سرية واشتري العربية بعقد مسجل شهر عقاري وتدفع على راس العقد في مقر الشهر العقاري كل عربية هجبها هقول لكم شوية معلومات عنها ومميزات وعيوب وفي الجزء الاخير هقول افضل عربيات من اللي استعرض معهم في الفئة السعرية دي الاجزاء من سبعين الامية الف جنيه فيها اربعين عربية وطبعا ما كانش ينفع انزلهم في جزء واحد عشان كده قسمتهم اربع اجزاء وده الجزء التالت في الفئة السعرية دي والجزء السادس في سلسلة فيديوهات عربيات اوتوماتيك بتكييف وهنتكلم في الجزء ده عن عشر عربيات ندخل في الموضوع على طول اول عربي معانا سكودا اوكتافيا اي فور موديل من الف تسعمائة تمانية وتسعين لحد الفين وواحد بسعر من تمانين الى مية الف جنيه تنتمي سكودا اوكتافيا اي فور لفئة العربيات الصالون العائلية الصغيرة وتصنعت من شركة سكودا تشيكية ومن سنة ستة وتسعين والشركة دي بتقوم بتصنيع موديلات اوكتافيا وتوفرت العربي دي في نسخ سيدان وستيشن وتباع منها خمسة مليون نسخة عالمين اعتمدت اوكتافيا اي فور على قاعدة البناء اي فور من فولكس باجن اللي ابعدها قريبة من او دي تي تي واو دي اي سري وفولكس باجن بورا وسياد ليون وسياد توليدو وكلها عربيات اعتمدت على نفس قاعدة الانتاج ونزلت المحركات في اوكتافيا اي فور عالميا ما بين الالف ربعمية سي سي والالفين سي سي بنزين وديزل وتتمتع اوكتافيا اي فور اللي نزلت مصر باعتمدية كبيرة جدا والسبب الرئيسي هو محرك العربية سعة الالف ستمية سي سي اربعة سلندر تمانية سباب اس او ايش سي بنزين اللي نزل مع نائل حركة مانيوال خمس سرعات او اوتوماتيك اربع سرعات وبيتميز بانه نائل حركة سالس وانتوافق مع المحرك وسهل التعامل قدرة المحرك ده مية واحد حصان وبيحقق سحب جيد جدا واداء مميز على الطرق وبيقدم عزم دوران مية تمانية واربعين نيوتن متر تسارع اوكتافيا من السبات للمية كيلو متر ساعة فاربعتاشر وستة من عشر سانية طبعا ده قول عيل شوية وسرعتها القصوى مية سبعة وتمانين كيلو متر ساعة بيتوفر لها نظام خاص لتبخير البنزين عشان المحرك يستفيد من كل البنزين داخل غرف الاحتراق وميزة المحرك ده انه ملوش صوت عالي والعربية بتشتغل بنظام الدفع الامامي بتحقق اوكتافيا اي فور كفاءة عالية في استهلاك الوقود بمتوسط 9 لتر لكل مية كيلو متر للنسخة المانوال اما النسخة الاوتوماتيك بيرتفع استهلاك البنزين ل 11.7 لتر لكل مية كيلو متر اوكتافيا اي فور عربية عملية مميزة بتتمتع بهيكل خارجي قوي ومتين لكن يعبها ثقة لوزنها الكبير مقارنة بالمحرك والقدرة الحصنية اللي بيخرجها صالونها الداخلي واسع وبيكفي خمس افراد لكن الجزء الخلفي دايق شوية بسبب كبر الكنبة ومساحة الشنطة الخلفية الكبيرة وبالتالي الركاب الاطول بيعانوا من صعوبة الجلوس في الجزء الخلفي بسبب دي المساحة المخصصة للاقدام ممكن طي الكنبة الخلفية لزيارة مساحة التخزين لكن مش هتحتاج الكلام ده كله لان مساحة الشنطة الخلفية كبيرة جدا انما يعبها قلة اماكن التخزين داخل العربية من عيوب العربية دي ان الطابلو شكله قديم وفي وسادة هواية واحدة بس لكن من مزاياها تكيفها القوي مع سنتر لوك وباور ستيرينج وازاز كهرباء امامي وخلفي ومريات كهرباء ومصابيح ضباب امامية وخلفية وكمبيوتر لعرض بيانات العربية ونظام فرامل اي بي اس وكاسد محترم بالنسبة لقطع غيارها هي معمرة لكن اسعارها مرتفعة بعض الشيء عشان كده ما تحاولش تجيب اوكتافيا حالتها تعبانة وتقولها شدها الكلام ده ممكن تعمله مع المية ثمانية وعشرين لكن اياك تفكر تعمله مع عربية زي سكودا وكتافيا لان اسعار قطع الغيار اعلى من بعض العربيات الياباني والالماني التاني من مميزات العربية دي ان اي ميكانيكا او كهربائي ممكن يشتغل فيها اما الصيامة العربية داخل التوكيل فمكلفة جدا لكن في النهاية عيوب العربية قليلة وبالتالي مش هتحتاج تصلحها او تصينها كتير العفشة قوية وبتتحمل المطبات والنقر في مصر وتعتبر عفشة للخدمة الشاقة ومش هتحس بالمطبات في العربية دي لانها عفشة قوية العربية سابتة على الطريق حتى على السرعات العالية ويعليو العربية عن الارض مناسب وعجلتها 15 بوص عادية وتعليق العربية الامامي ماكفرسون تعتبر العربية دي عربية مميزة لانها عربية تشيكية وتبعى الفولكسفاجن الالمانية وبالتالي كتير من مكوناتها المانية صمت العربية لها دور كبير جدا في اقبال الناس عليها كمان من حيث السعر افضل من العربيات في فئتها خاصة الكوري وسعر اعادة بيع العربية دي وسرعة اعادة البيع تعتبر كويسة جدا تاني عربية معانا سكودا فابيا موديلات من 2002 ل2006 بسعر من 80 ل90 الف جنيه ودي من انتاج شركة سكودا اوتووتش هيكية اللي اصبحت في سنة 91 تبعة لمجموعة فولكسفاجن الالمانية العريقة وهي اصغر منتجات شركة سكودا وانتجوا منها عدة نسخ زي الهاتشباك القصيرة والهاتشباك الطويلة اللي بنسميها كومبي والسيدان العادية ونزلت سكودا فابيا بعدة محركات منها ال 1200 سي سي بتلت سطونات وال 1400 سي سي باربعة سطونات ونواق الحركة عادي خمسة غيار واتوماتيك اربعة غيار العربية دي ما فيهاش تقنيات وتجهيزات كتيرة الا انها تصنعت باجزاء عالية الجودة وكانت عربية نكحة جدا وقت ما نزلت بالنسبة للنسخة التلاتة سلندر تصنفها هاتشباك متوسطة عدد ركابة خمسة سعة المحرك 1200 سي سي 12 صباب موفرة للوقود بشكل كبير بتشتغل بنظام الحقن الالكتروني قطر العجل 14 بوصة طول قاعدة العجلات 2 متر 46 سنتي اما عن ابعاد سكودا فابيا طولها 3 متر 96 سنتي عرضها متر 64 سنتي ارتفاعها متر 45 سنتي وزنها طن وخمسين كيلو جرام سعة الشنطر الخلفية 260 لتر وسعة خزان الوقود 45 لتر ما فيهاش وسائد هوائية ولا نظام منع انغلاق فرامل ABS مرياتها الجنبية يدوية وحركة المقاعد يدوي الازاز بس هو الكهرباء فرش الكراسي قماش وهتلاقي فيها افل مركزي ومزيل ضباب للزجاج الخلفي وازاز فميه وامكانية تعديل ارتفاع الاضواء الامامية كهرباء وفيها ضوء فرامل ثالث علوي ومكيف هوا عادي ودركسيون باور ابرز عيوب سكودا فابيا الفتيس الوتوماتيك بيحتاج صيانة باستمرار والكلام ده في النسخة الثلاثة سلندر فقط اما النسخة الاربع سلندر ما فيهاش المشكلة دي تاني عيب في كهربط العربية مشكلتها انها معقدة بالاضافة لقلة الفنين اللي بيفهموا فيها على عكس اختها لسبائتها سكودا فليشيا يعني الخلاصة ان سكودا فابيا وخصوصا المزودة بمحرك الاربع سلندر بتعتبر عربية جيدة وعملية وقليلة الاعطال وبتتفوق على مسئلتها الكورية في النقطة دي لكن قطع الغيار اسعارها مرتفعة والعربية منخفضة وبتحك في المطباط وابعادها بتخليها مش سبتة على السرعات العالية وفي الملفات تالت عربية معنا ديهاد سوتيريوس موديل تسعة وتسعين بسعر من خمسة وسبعين لخمسة وتسعين الف جنيه ديهاد سوتيريوس من الشركات التابعة لشركة تويوتا وبتتميز الشركة دي بانتاجها لنوعية عربية ترخصة التمن ومدمجة الحجم واكتر ما يميز عربية ديهاد سوتيريوس انها عربية اقتصادية وعملية وبلغ انتاجها سنويا تمنمئة وخمسين الف عربية فئة فور باي فور ديهاد ستعتبر الاكثر جودة ومثالية مقارنة مع نفس نوعيتها من العربية التانية جامعة العربية دي بين الشكل المتطور والحديث والتصميم الديناميكي الخارجي ونزلت فيها كل الكماليات الرأسية والاساسية في الداخل وكمان مزودة بانظمة الامان المختلفة اللي بتوفر درجة كبيرة من الامان والراحة للركاب والسائق ارتفاعها عن الارض متر خمسة وسبعين سنتي شغالة بالدفع الرباعي وممكن الاعتماد عليها في الطرق الوعرة والغرز والجبل قدرة محركها مية وخمسة حصان الف خمسمائة سيسي ستاشر سباب سلندر ساعة خزان الوقود خمسين لتر ومتوسط استهلاك الوقود تمانية لتر لكل مئة كيلو متر مقطوعة وزنة العربية دي طن ومتين وعشرة كيلو جرام وهي فرغة وميزات دا هاتسو تيريوس ارتفاعها متر خمسة وسبعين سنتي عرضها متر تمانين سنتي طولها اربعة متر اربعين سنتي ارتفاعها ده بيخليها بتتحمل المطبطة الحكومية والخاصة في مصر فيها نقل حركة اوتوماتيك اربع سرعات متوافق مع المحرك بتتسارع من صفر لمية كيلو متر ساعة خلال اتناشر سانية وده رقم معقول بالنسبة انها فور باي فور عيوب دا هاتسو تيريوس بالمقارنة بالعربية الجب هتلاحظ صغر حجمها والقاعدة فيها ديئة وغير مريحة يعني تحس انها جب بنص كوم وحركها ضعيف مقارنة بحجمها ووزنها ارتفاعها الكبير عن الارض الغير متناسب مع عرضها وطولها بيخليها خطر جدا على السرعات العالية او في الملفات وللعلم العربية دي بتتقلب بكل سهولة لو اخدت ملف ديئة على سرعة اكتر من ستين كيلومتر ساعة وده السبب في انها مش مطلوبة وبطيئة في بيعها رابع عربية معانا بيجو ربعمية وستة موديلات من الفين الى الفين وستة بسعر من خمسة وسبعين لمية الف جنيه بيجو ربعمية وستة افضل ما تم انتاجه بوسطة بيجو الاسد الفرنسي بدأ انتاجها من سنة خمسة وتسعين من شركة بيجو فرنسا وظهرت في مصر سنة تمانية وتسعين وده ما يسمى بالشكل القديم لحد سنة الفين منها مواتير الفين سي سي وده الاغلب ومنها الف ستمية سي سي عدد قليل جدا في السوق المصري ونادرا ما هتلاقي الالف وتمانمية سي سي وهتكون مستوردة بعيدا عن الوكيل ومنها مواتير ديزل مواصفات اوروبي الف وتمانمية والفين والفين وامتين سي سي وبعد سنة الفين بدأ ظهور الشكل الجديد لحد سنة الفين وستة وهو ما يسمى بالكريستالة لان المصابح الامامية طويلة وشفافة جدا ومعظمها الفين سي سي اوتوماتيك العربية دي محترمة بمعنى الكلمة من نواحي كتير جدا زي السبات على السرعات العالية لحد المتين كيلومتر ساعة وارتفاعها عن الارض اللي بيحميها من المطباط وموتورها القوي اللي بيتحمل الاجهاد العالي والسفر من غير مشاكل ولا تعب فيها جميع الكماليات ومعدل امان جيد جدا لوجود فرامل واتنين وسادة هوائية امامي صالونها واسع والشنطة كبيرة ومعدل استهلاك الوقود معقول بالنسبة لكونها الفين سي سي طبعا الكلام ده في السفر والطور المفتوحة بس لكن العربية غير اقتصادية في الزحمة تنك البنزين ساعة وخمسة وسبعين لتر وده مناسب جدا للسفر لو هتشتريها انصحك بشراء اخر تلات موديلات الفين واربعة والفين وخمسة والفين وست وده لأسباب كتيرة جدا منها ان الموديلات دي نازل فيها المطور الجديد اللي بنسميه بالمطور الابيض او الفضي وهو اقل استهلاك للوقود من المواتيل اللي نزلت قبل كده والفتيس في الموديلات دي اكتر تحملا واقل اعطالا وفيها امكانيات اعلى بتغنيك عن شراء اي موديل او ماركة تانية حتى الزيرو وهتلاقي فيها كل الكماليات اللي مش موجودة في عربيات موديل الفين اتنين وعشرين بداية من حساسات المطر وحساسات النور نهاية بامريات تعتيم ولوحة عددات مميزة لونها ابيض وطبلوء ابانوس شيك للعلم قطع الغيار متوفرة جديد استيراد واسعارها مش غالية خامس عربية هندا سيفيك موديلات من سنة ستة وتسعين الى الفين بسعر من تمانين الف الى خمسة وتسعين الف جنيه الموديلات من سنة ستة وتسعين الى سنة الفين تسمى الجيل السادس والجيل ده معقد جدا ونزل منه انواع كتير وفيه ناس استوردوا انواع تانية نزلوا بيها من دول الخليج غير ان الاوروبي والامريكي كان بينزل مصر عن طريق الاستيراد لصالح اصحاب الهمم وهتلاقي كتير منها في بورس عيد منطقة حرة عشان كده مصر فيها حاليا تلات انواع مختلفة من حي سلمان شاء وهي على حسب الترتيب بتوجودها في مصر كالقاتي اولا الخليجي نزل منها سيدان وهاتشباك ودي الف خمسمية سيسي بقدرة مية وعشر حصان تكييف وباور فقط لغير ودي الف خمسمية سيسي بقدرة مية وعشر حصان وجميع الكماليات وبعضها نزل في وسادة هواية واحدة ودي نزلت الف ستمية سيسي محركها بقدرة مية سبعة وثلاثين حصان كامة واحدة وجميع الكماليات وفتحة سقف واثنين وسادة هوا الاس اي ار ودي الف ستمية سيسي محركة في تيك بقدرة مية وسبعين حصان اتنين كامة مانيول وجميع الكماليات وفتحة سقف وفرامل اي ب اس واثنين وسادة هواية ودي الاصلي منها قليل جدا في مصر ثانيا اللي نزل من اوروبا نزل منه سيدان وهاتشباك وكوباي بساعات لترية مختلفة الف وربعمية سيسي 1500 و1600 بمحركات في تيك واسمائها الاس واي الاس والفي تي اي وجميع الموديلات الاوروبي دي نزلت بفرامل اي ب اس واثنين ايرباجز ونزلت بعض الانواع 1500 و1400 سيسي بدون تكييف وبفتحة سقف اختيارية وكل العربات السيفك الاوروبي الكوباي هي من فئة 1600 سيسي والفي تي اي الاوروبي هو ما يعادل الاس اي ار الخليجي ثالثا نزل من امريكا سيدان وكوباي اس اي و اي اكس و دي اكس و اتش اكس و ال اكس وكل الامريكي نزل 1600 سيسي كاما واحدة معادة الاس اي نزلت اتنين كاما وليها عدة انواع على حسب الكماليات كل نوع من الانواع دي ليه مميزات وعيوب هعمل لها ان شاء الله فيديو مخصوص لان العربية دي حكاية طويلة ومش عاوزين نضيع فيها وقت لكن الخلاصة في العربية دي انها انواع كتير جدا وقطع غيار مختلفة ومحركاتها غريبة وده سبب عدم توفر قطع الغيار لكل الموديلات دي عشان كده العربية دي لها نسها من هوات التعديل واللي بيوصل بيهم الحال انهم يستوردوا قطع الغيار من الخارج بنفسهم عموما العربية دي قوية وسبتة على الطريق وتصارعها عالي وشبابية لكن عيوبها ان قطع الغيار قليلة وسعرها غالي والعربية ارتفاعها قليل عن الارض وبتحك في المطباط وصالونها دي نسبيا ولا تصلح للعائلات وبطيئة في بيعها وسعر عادة سنة 2006 لحد 2012 سعرها بيكون من 75 ل 100 الف جنيه مبدئيا العربية دي تكنولوجيا ياباني فتيس ومطور انما الناس بتختلف هم متسوبيش تقفيل صيني ولا تقفيل ياباني وطبعا محدش عارف وكلها حكاوي الاهوي المهم انها واسعة من جوة جدا وفخمة الى اقصى حد لكن مكوناتها بلاستيك كلها بس شكلها حلو وخماتها بلاستيك نظيف وقوم لكن ما وصلتش طبعا لدرجة انها تبقى خمات فخمة بس نقدر نقول خماتها زي العربية الكوري بالزبط ما وصلتش طبعا لجودة التابلو اللي تدوس عليه تلاقيه بياخد ويدي معك زي الكورولا او السيفك او البي ام دابليو طبعا مفيش اي عيوب لا بين المطور ولا من الفتيس لكن المطور 2000 سي سي يعني استهلاك اعلى من 1600 وضريبة سنوية عالية طبعا العربية سوقيتها حلوة جدا ديركسيونها ناعم سريع الاستجابة الفتيس بتاحها متوافق مع المطور والنقلات سالسة المطور بعيد عنك علشان يحوض المطور كبير ومش هتسمع صوت المطور خالص زي العربيات 1600 الاعداء وزوايا الكراسي مريحة جدا وتحس انك قاعد في الانتريل العربية سريعة والعزل بتاعها محترم ومش هتحس بالهوة على السرعات العالية سحبها طبعا جبار وبتوصل للمتين كيلو متر بكل اريحية ثبتها عالي جدا على السرعات العالية وفي الملفات ومثالية للسفر استهلاك البنزين ما يعتبرش عالي قوي بس هو طبعا اعلى من 1660 نيجي بقى للعيوب اكبر عيب بشوفه فيها ان برجالها واسع جدا ومش مسعف خالص علشان طويلة فهتلاحظ انها بتلف على واسع وده بيعمل مشكلة في اليوترنات وهتضطر انك تقعد ترجع على ورا وتدخل لقدام عشان تعرف تلف في شارع دي او في يوترن وانا شخصيا جربت قبل كده انزل بيها جراش سيت ستارز طلع عيني والعربية تشلفطت واللي نزل الجراش ده قبل كده هيفهم كلامي كويس العفشة بتاعتها نشفة وده عيب اي عربية واطية على الارض وتقيلة لازم تبقى عفشتها نشفة ارتفاع العربية الاليل بيخليها تحك في المطبات الكبيرة اسعار قطع الغيار جديد واستراض غالية مش عارف ليه بصراحة يمكن فاكرينها بيم دابلو قطع الغيار متوفرة ومعمرة لكن هتلف عليها شوي سابع عربية معنا البريليانس اف ار في موديل 2010 بسعر بيبدأ من 100 الف جنيه نزلت العربية دي للسوق المصري بمحركين المحرك الاولاني ساعة 1500 بيولد قدرة حصانية 102 حصان متصل بناء الحركة يدوي المحرك التاني اللي بنكلم عنه النهاردة ساعة 1600 بقدرة حصانية 107 حصان متصل بناء الحركة يدوي او اوتوماتيك محرك العربية الصيني لكن بتكنولوجيا شركة متسوبيشي اليابانية وده بيختلف عن الكروس لان محرك الكروس ياباني 100% حتى الصنع اهم عيوب عربية بريليانس اف ار في اداء المحرك بتاعها مش بالكفاءة العالية والتقفيل النهائي لبعض اجزاء العربية سيئ العربية دي غير منتشرة وده بيأثر على حاجات كتير جدا منها اعادة البيع وتوافر قطع الغيار وسعره امكانيات العربية دي قليلة جدا انخفاض مستوى الرؤية الخلفية ارتفاع سعار قطع الغيار مبالغ فيه مع انها صيني فيه تأخر في استجابة المحرك في النقلات يعني المحرك غير متوافق مع سندوق التروس مميزات بريليانس اف ار في المصابيح الامامية بتاعتها والخلفية اضاءتها عالية وكشفها للطريق كله مقارنة بالاضاءة في العربية التانية فيها فاتحة سقف كهرباء مقاعدها مريحة سهل التحكم فيها في الطي والفرد فيها اماكن اضافية للتخزين موجودة في الابواب المخصورة الداخلية حديثة العربية سابتة على السرعات العالية وفي المنحنات فيها فرامل منع للانغلاق اي بي اس وتوزيع الالكتروني للفرامل اي بي دي المحرك اللي ساعة 1600 سي سي قوي مقارنة بحجم وزن العربية مساحة الشنطة الخلفية كبيرة العربية شكلها عصري جاذب للنظر وبتعتبر من العربيات الشبابية في المقام الاول تم من العربية معانا المرسيدس سي 180 موديل سنة 94 بسعر بيبدأ من 100 الف جنيه تنتمي العربية مرسيدس بنز سي كلاس لنوع العربيات العائلية الصغيرة المدمجة وبتنتجها شركة دايملر كرايزلر وتم تقديم العربية دي في سنة 93 عشان تحل محلة مرسيدس بنز دابليو وكانت اصغر فئة في خط انتاج الشركة لحد ما وصلت سنة 97 بدأ الجيل الاول في يوليو سنة 93 وبدأ الجيل التاني في يوليو سنة 2000 والجيل التالت بتاعها نزل في سنة 2007 وخرج الجيل الرابع 2014 وعلى الرغم من ان العربية دي كانت بتتبع سيدان وستيشن واجن اللي ان النسخة الكوبية اللي كان الباب بتاعها منحني من الخلف ظهرت لأول مرة سنة 2000 تحت اسم مرسيدس بنز سي ال سي كلاس وقعدت في خط الانتاج لحد 2011 وبعد كده استبدلوها بسي كلاس كوبية اه سنة 2012 ضمن الجيل التالت بيرمز الاجيال دي بالترتيب دابليو ماتين واثنين دابليو ماتين وثلاثة دابليو ماتين واربعة دابليو ماتين وخمسة اه كانت السي كلاس في اول ظهورها الطراز الوحيد من مرسيدس اللي بيملك قائمة كاملة من محركات فيها انظمة صبابات متعددة وظهرت عائلة المحركات الام مية واحداشر اربعة سلندر شغالة بالمنزين للمرة الاولى في طراز سي مية وتمانين وكانت 1800 بقدرة مية اتنين وعشرين حصان الماني او ما يعادل تسعين كيلوات او مية وعشرين حصان انجليزي المهم مميزات العربية دي كتيرة جدا وهيعمل لها فيديو مخصوص منها السرعة والتصارع وجودة الصناعة والكماليات اللي مش هتلاقيها في عربيات موديلات الفين اتنين وعشرين والسبات على الطريق في السرعات العالية والملفات والهيبة اللي بتصنعها عربيات مرسيدس والاعطال المعدومة وطول عمر قطع الغيار وتعامل عفشة المرسيدس مع المطباط والشوارع المكسرة اللي مش هتلاقيه في اي نوع عربية تاني قائمة المميزات طويلة جدا والوقت قصير اما العيوب فهتتمثل في قلة قطع الغيار في مصر يعني اصدق موجودة ولا مش موجودة لا يا فندم موجودة لكن قطع الغيار الجديدة هتلف عليها شوية اما الاستيراد فهتلاقيها متوفرة عند كل تجار قطع الغيار الاستيراد العيب التاني هو سعر قطع الغيار العالي نسبيا مقارنة من الكوري والصين بس احب اقول لحضرتك ان من الظلم مقارنة قطع غيار الماني بكوري او صيني لا من ناحية عمر قطعة الغيار ولا من ناحية جودة الصناعة العربية التسعة في الجزء ده مرسيدس مية وتسعين موديل الف تسعمية اربعة وتمانين بسعر من تمانين لتسعين الف جنيه طبعا مرسيدس مية وتسعين بدأ انتاجها سنة اه اتنين وتمانين واستمر الانتاج لحد سنة تمانية وتمانين بنسختها الاولى وتم اضافة بعض التعديلات البسيطة عليها لحد سنة تلاتة وتسعين. اتصنعت مارسيليز مئة وتسعين بعدة محركات تراوحت من الالف تسعمائة سيسية لحد الالفين وستمائة سيسية حسب البلد اللي نزلت فيها. وبسرعات بتوصل الامتين وستين كيلومتر ساعة وبنواق الحركة اوتوماتيك اربع غيارات وخمس غيارات ونواق الحركة من خمس غيارات في بعض الطرازات. مارسيليز مئة وتسعين عربية المانية شكلها جميل من تصميم برونو مارس. وتصنفت من العربية السيدان العائلية متوسطة الحجم. وحصلت على تقييم خمس نجوم في الجودة والامان. وبوزنة تراوح من الف ومئة كيلو جرام لالف تلتمية وخمسين كيلو جرام. ومصروف الوقود ما بين خمسة ونص الى تسعة لتر حسب قدرة المحرك. وتم تصنيع تشكلات متنوعة من محركات الديزل والبنزين. الديزل نزل منه اربع ستونات وخمس ستونات. والبنزين نزل منه اربع ستونات وست ستونات. وبقوة تصرع كبيرة جدا. اه في الوقت ده. وطبعا كانت مزودة بنظام لمنع الغلاق الفرامة. المخصورة الداخلية دايقة نوعا ما لكنها مريحة وبتدي الاحساس بالفخامة. وسهل التعامل معها. عموما العربية دي لها طابع من الرقي المميز اه المعتقد من شركة مارسيديس. عربية نكحة بكل المقييس وبعدها ممتاز عالطرق. وتم تصنيع ما يقارب المليون وتمنمائة الف عربية من الطراز ده. طبعا شركة مارسيديس تخدمت كل انظمة السلامة في العربية دي. وتم بنائها بهيكل مدعم وقوة اكبر للشاسيه. والتركيز على انظمة التعليق بتاعتها. ومن مميزات مارسيديس مئة وتسعين انها بتوصل لصلاعات عالية جدا برغم صغر حجمها. عيوب مارسيديس مئة وتسعين آآ نقص القطع الغيار الجديدة بسبب العمر الطويل. وتكلفة صيانتها مرتفعة نوعا ما. مقارنة بالعربية البسيطة للتصميم الميكانيكي زي العربية الكوري والصيني. لو هنبص على استهلاك الوقود هتلاقي ان محركات المارسيديس مئة وتسعين القوية دي عيب مش ميزة. لانها خرجتها من المنافسة على تصنيف العربية الاقتصادية في الاستهلاك الوقود. وطبعا الاستهلاك العالي والضريبة العالية بتعتبر عيب. العربية العشرة معنا والاخيرة في الجزء ده هي مارسيديس متين موديل سبعة وتمانين. ودي سعرها بيكون من تسعين الى خمسة وتسعين الف جنيه الشهيرة في مصر بالزلاموك. الزلاموك هي الفئة المتوسطة او الفئة اي من مارسيديس بديلة الفئة متين وتلاتين التمساحة. وهي القب الشرعي للفئة اي المشهورة بمارسيديس عيون. ظهرت سنة خمسة وتمانين وكانت مواجزة عصرها وتقابلت في مصر بعدة انتقادات من ناحية الشكل. كان الشكل غريب. وكان بيتقال عنها يعني ايه مارسيديس كبيرة وفوانسها الورى صغيرة. وطبعا كعادة المصريين القديم احسن من الجديد لحد ما بدأت الامور توضح وعرفه ان الجديد احلى. ساعتها بدأ الطلب يزيد على المارسيديس متين واخر موديل كان سنة اربعة وتسعين. موديلات من ستة وتمانين لحد تمانية وتمانين بتتميز بجريد رفيع في الابواب. موديلات من تمانية وتمانين لواحد وتسعين الجريد عريض ولونه رمادي في معظم الموديلات. موديل اربعة وتسعين كان اول تسمية للموديل بالفئة اي. وكانت فوانيسه الخلفية اه اسود وحمر. وفي الامام اتخلت مارسيديس والاول مرة عن الاشارات البرتقالي اه لصالح اشارات بيضة. وكان فيه تغيير شبه ملحوظ في الكبوت. العربية دي واحدة من اجمل عربيات مارسيديس واقواهم. لكن يعيبها استهلاكها العالي للبنزين وزيت الباور في بعض الموديلات. وكمان ارتفاع اسعار قطع الغيار. عربية عائلية من الفئة الاولى لكن في رأيي انها لسن فوق الاربعين. اقل من كده اعتقد انه هيكون صعب الاستمتاع بقيادة الموديل ده نظرا لضخامتها. المكانة بتاعتها جبارة. الساق بتاعها محترم. بريستيج مش طبيعي. ثبتها عالي في الملفات وعلى السرعات العالية. لازم تجربها عشان تحس بالكلام ده. المارسيديس من العربيات اللي الناس كتير ضياعوا عمرهم في محاولة بائسة انهم يركبوها وفي الاخر بعد سنين جات لنا مستعمالة في حدود المئة الف يعني ارخص من فيرنا. ده كان الجزء التالت في الفئة السعرية من سبعين لمئة الف جنيه واستعرضنا في عشر عربيات. ان شاء الله الجزء الرابع والاخير في الفئة السعرية دي هيكون فيه برضو عشر عربيات. وهقول فيه ترشيحات افضل عربيات من الاربعين العربية اللي عرضناهم في الفئة السعرية دي. بعد كده هتنقل لفئة سعرية اعلى وهي فئة من مية الى مية وخمسين الف جنيه. المهم في نهاية الفيديو اتمنى اكون اا قدمت معلومة مفيدة. احط لكم الجزء الاول والتاني العربات المستعملة الاوتوماتيك بسعر خمسين وبسعر من خمسين لسبعين الف في شاشة النهاية اللي هتظهر في اخر الفيديو هشوفكم على خير سلام